السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة اتكلمنا في الحلقات السابقة بحول الله عن مادة تكنولوجيا التبريد ومادة تكنولوجيا الكهرباء ومادة تكنولوجيا التكيف والرسم الفني ودي كان مجمل حلقاتنا أو شرح حلقاتنا في الحلقات السابقة بحول الله النهاردة ان شاء الله هناخد مادة جديدة ومادة مهمة جدا وهي مراجعة على الرسم الفني وطبعا أنا مش عاوز أتكلم كتير في أهمية الرسم الفني لأن احنا قلنا قبل كده أهمية الرسم الفني بالنسبة لتخصص التبريد وتكيف الهواء إن معني بالتخصص التبريد وتكيف الهواء ومعني بجميع التخصصات بصفة عامة يعني رسم الفني مهم لجميع التخصصات وهو الركيزة الأساسية اللي بيرتكز عليها الفني المدرب أو المؤهل وكمان المهندس إن شاء الله حلقتنا النهاردة هنأسمى لثلاث أقسام أساسية من خلالها هيتم دراسة كل جزء بشكل تفصيلي ونعرف شكل السؤال بيجي إزاي في الامتحان وبنعرف نجاوب عليه إزاي القسم الأول بحول الله وهو إفراد أسطح مجاري الهواء أو رسم إفراد أسطح مجاري الهواء القسم الثاني وهو الرسم التبريدي ومن خلاله بنبتدي نرسم دوائر تبريدية متدرجة في الصعوبة باستخدام الرموز والمصطلحات التبريدية والقسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون الرسم الكهربي ومن خلاله بيتم رسم الدوائر الكهربية لبعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء باستخدام الرموز والمصطلحات الكهربية وده مجمل حلقتنا النهاردة واللي من خلاله هنعرف شكل السؤال في الامتحان بيجي إزاي وطبعا فيه في حلقات سابقة شرحنا استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع باستفادة والحلقات الجاية إن شاء الله برضو هنبتدي فيها نراجع على كيفية استنتاج المسقط الثالث من المسقطين معلومين مع شرح كيفية القطاع ناخد الجزء الأولاني من حلقتنا بحول الله وهو مجاري الهواء لما أجي أتكلم وأقول مجاري الهواء دي مستر عبارة عن إيه أو بتفدنا في إيه بمعنى صح مجاري الهواء أما نيجي نسكرها هي جمع مجره والمجره هو المكان اللي من خلاله بيتم نقل المكان المكيف من منطقة التكييف المركزي إلى أماكن التوزيع اللي أنا عاوزة سواء كان أماكن التوزيع دي على حسب مثلا صلاة محلات تجارية قاعات مؤتمرات مسارح كبيرة كل ده بخلاله بيتم تغذيته باستخدام التكييف المركزي وعشان أغذي الكم الكبير ده من المساحة الشاسعة اللي بيكون موجودة عندي بهواء مكيف بيشعر الإنسان فيه بالراحة بيتم نقل الهواء المكيف من مكانه إلى أو من خلال موقع أو مركز التكييف المركزي إلى المكان اللي أنا عاوزة عمله عملية تكييف وأحيانا أو في معظم هذه المجاري بتصنع من الصاج المجلفا أو الصلبة المقاوم للصدق لإلى أنها بتبقى معرضة أحيانا للهواء الجو اللي بيكون موجودة عندي وممكن تتعرض لقطرات مياه وبالتالي يجب هنا أن يكون من صلب أو معدن مقاوم للصدق وبيتم عزل هذه المجاري بنوع من الأنواع المواد العزلة كتير جدا أهمها الصوف الزجاجي عشان الهواء يحتفظ بدرجة حرارته المنخفضة أو المرتفعة من مكان التكييف المركزي إلى مكان التوزيع أو المكان اللي أنا عاوز أعمله عملية تكييف دي بالنسبة للتكييف طب هتقول يا مصدر إحنا بندرسها ليه عندنا إحنا إحنا بندرس هنا إزاي أفرد السطح الجانبي علشان أعرف كمية الصاج اللي هستخدمها في عمل مجرى هوائية لأن الفني أو المهندس أما بيروح يصمم تكييف مركزي لازم بيبقى في اعتباره أو لازم بيضع في اعتباره أن هنا هغز المكان إزاي وكمية الصاج اللي هستخدمها عشان ننقل الهواء من مصدر التغذية إلى مكان التوزيع اللي بيكون موجود عندي لذلك هي مهمة جدا ومكملة للتكييف المركزي والتكييف المركزي زي ما سبقنا أو سبق وشرحنا قبل كده قلنا هو أكبر أنواع أجهزة التكييف على الإطلاق ومن خلاله بيتم تغذية المساحات الواسعة والشاسعة من الأماكن المختلفة طيب تعالوا نشوف شكل مجاري الهواء عاملة إزاي وتعالوا نشوف إزاي بنفرض على بعض الأمثلة نشوف إزاي بنفرض بعض مجاري الهواء وإزاي بجيب إفراد السطح الجانبي اللي بيكون عندي لما نيجي نشوف هنا أدي أشكال لمجاري الهواء اللي بيكون موجودة عندي أدي شكل مجرى على كوع الكوع دي شكله متوازي مستطيلات بزاوية 90 درجة من خلاله بنقل الهواء من مكان إلى آخر هنا أيضا أدي الشكل العام برضو دي مجرى هوائي شكله زي الشكل الدائري كده بنقل برضو منه الهواء وطبعا ده لاستخدام وده لاستخدام ده أشمل وأعم مجرى هوائي من خلاله بيتم هنا المكان أو ببتدي أخد كمية الهواء المكيفة وبوزعها على أماكن مختلفة زي بيكون موجودة عندي بالشكل ده الشكل العام للمجرى الهوائي أو مجاري الهواء وممكن بيكون في أشكال تانية كتير جدا لحصرة لها ولكن احنا خدنا على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر طيب تعالوا نشوف المثال اللي بيكون موجود عندي ونبتدي أول مثال عندنا إفراد مجرى هوائي على شكل متوازي مستطيلات مقطوع بمستوى مائل طيب تعالوا نشوف كده هنا أدي مديني الشكل العام أو المساقط التلاتة لمجرى هوائي على شكل متوازي مستطيلات مقطوع بمستوى مائل أدي المسكة الرأسي اللي بيكون موجود عندي ودي المسكة الأفقي ودي المسكة الجانبي لما نيجي نبص هنا من الأيزومتريك ونشوف إزاي بطلع المساقة الثلاثة ادي المسكرة الرأسي اللي هي المنطقة اللي أنا شايفها قدامي هنا كده دي المسكرة الرأسي ودي المسكرة الجانبي اللي هي المنطقة D و B اللي هي المنطقة هنا عن نعتبر D-D ونعتبر D-B لأن أنا ببص في مرمى بصري هنا فبشوف المسكرة الجانبي والمسكت الأفقي بشوف الجزء اللي بيكون موجود عندي اللي هي الأرضية اللي بيكون موجود عندي بالإضافة للجزء إيه أدي الأرضية وأدي بالإضافة للجزء إيه بس طبعا ممكن في الامتحان يديني المسكتين الرأسي والأفقي ويطلب مني إفراد السطح الجانبي أيضا ممكن في الامتحان ما يدينيش المنظور الهندسي اللي بيكون موجود عندي هنا واني من خلال المسكتين ببتدي أجيب إفراد السطح الجانبي اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا نشوف هنا كده أبعاد المسكة هذه أبعاد المسكة الأفق اللي هو كام 40 على شكل مستطيل 40 في 25 والجزء ده زي ما احنا شايفين الجزء ده هيبقى مقطوع بمستوى ميل وهنا تعالوا نشوف هنا اللي هو السمك بتاعه كام يا شباب السمك بتاعه عشرة عرفنا منين اللي هو السمك اللي هو الإيدة وهو كاتبهولي في المسكة الرأسي اللي بيكون موجودة عندي هنا يبقى إذن الطول هنا كام الطول هنا 40 في الارتفاع عندي هنا كام 40 عرفنا منين 40 لأنه موجود في المسكة الجانبي عندي 40 وطبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده وقلنا ان ارتفاع المسكة الرأسي هو نفسه ارتفاع المسكة الجانبي لذلك ده 40 في 40 ولكن هنا فيه قطع بمستوى ميل هو محدد لنسبة القطع طعم الارتفاع من هنا السيب 20 ومن هنا السيب 10 طب احنا كده اتعرفنا على المساكة التلاتة وتعرفنا على شكل المجرأ الهوائي تعالوا بقى ازاي نشوف او ازاي نرسم المجرأ الهوائي بتاعي ونعرف افراد السطح الجانبي علشان نعرف كمية الصاج اللي انا باستخدامها لما نيجي نبص ادي اول حاجة برسمها هو المسكة الافك اللي بيكون موجود عندي اللي هو ابعاده 40 في 25 ومن خلاله بنطلع نرسم المسكة الرأسي زي ما احنا شفناه ايضا اللي هو 40 في 40 وخدنا الشطف اللي هو محدد هوليم اهم حاجة في عملية الافراد او نوع من انواع الافراد وهو اسهل نوع انني من خلال الخطوط المتوازية وتقاطع الخطوط المتوازية اقدر احصل على الافراد عندي بطريقة سهلسة وبطريقة سهلة جدا زي ما هنشوف دلوقتي يبقى اهم حاجة عندي انني ارسم المسكتين اللي هو المسكة الافكي والمسكة الرأسي وابتدي هنا اسمي الكورنرات اللي بيكون موجودة عندي على المسكة الافكي بمجموعة من النقاط واسمي ايضا المسكة الرأسي بمجموعة من النقاط ومن خلالهم عن طريق تقاطع النقاط ديا بقدر اجيب افراد السطح الجانبي اللي بيكون موجودة عندي تعالوا نشوف هنا ادي النقطة هنا هنسمي ادي الارتفاع عندي اربعين زي ما قلنا ودي النقطة دي رقم واحد وهنا النقطة اللي هي عند الشطف اللي فوق رقم اثنين وهنا رقم تلاتة ونطلع فوق اربعة خمسة ستة يبقى احنا كده يهمني في بداية الافراد انني اسمي النقط اللي بيكون موجودة عندي او رقم جميع اركان او الكورنرات الخاصة بالمسكة الافك اللي بيكون موجودة عندي احنا رقمناها بالشكل اللي بيكون موجودة عندي واحنا خدنا شبيه بالشكل دي في سنة اولى او في الصف الاول اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا نطلع كده ونشوف فوق ازاي انا هنا بجيب افراد السطح الجانبي اللي بيكون موجودة عندي بس علشان اجيب افراد السطح الجانبي لازم الاول تقاطع او لازم الاول زي ما انا رقمت المسكة الرأسي أقدر أيضا أركم المسكة الأفقي أقدر أركم المسكة الرأسي أيضا بنفس تقاطع النقاط بالنسبة للخطوط المتوازية طيب تعالوا نشوف كده عندي هنا النقطة رقم واحد ورقم كام يا شباب ورقم ستة إذن هنطلع هنا يا مصدر هنقول النقطة دي رقم كام رقم واحد ورقم ستة عرفناها منين لأن امتداد الخط ده هيديني واحد وستة زي ما احنا قلنا طبعا احنا عملنا هنا الخط ده مخفي يبيان لي الكورنر اللي بيكون موجود عندي او بيبيان لي الجزء اللي بنهاية الشطف اللي بيكون موجود عندي اللي هنو من هنا لهنم يبقى النقطة دي كام يا شباب واحد وستة يبقى احنا حددناها هنا واحد وستة زي ما موجود عندي هنطلع النقطة هنا يا مصدر النقطة هنا هتبقى تنين وثلاثة يبقى تنين وخمسة عفوا يبقى هنا جات لي اتنين وخمسة النقطة هنا كام تلاتة واربعة يبقى هطلع لي هنا 3 و 4 يبقى إذن أنا حددت تقاطع النقط الأول وامتداد النقط هنا 1 و 6 على الخط زي ما خدناها في سنة أولى وهنا 2 و 5 وهنا كام 3 و 4 طيب تعالوا نشوف فقا إزاي بعمل إفراد للسطح الجانبي اللي بيكون موجود عندي بداية أنا ما جي أفرد أي كرتونة أو أي شكل بيكون موجود عندي الشكل دي بيديني أربع تركان يعني أنا ما جي أفرد مثلا كرتونة أو حتى على سبيل المثال علبة كابريت بتديني أربع أجناب عندي الأربع أجناب عندي هم المحيط بتاعهم اللي بجيب إفراد السطح الجانبي اللي هو عندي ده هنقول إحنا جيبنا الطول ده منين يا مصر هنقول الطول ده محيط المستطيل اللي بيكون موجود عندي ومحيط المستطيل بيساوي إيه؟ الطول زائد العرض في 2 يبقى 40 في 2 و 25 في 2 50 يبقى ديني 80 و 50 و 130 اللي بيكون موجود عندي إذن إحنا حددنا الأول الطول بتاعي كله جيبنا منين جيبنا الطول بتاعي هنا 40 وهنا 25 زي ما مفروض عندي وهنا 40 وهنا 25 طيب تعالوا نحدد برضو زي ما كتبناه هنا قدامنا هو أدى 40 ودي 25 ودي 40 ودي 25 واللي ارتفاع جيبناه منين هو ارتفاع المسكة الرأسي اللي هو طوله كام طوله 40 بالشكل اللي بيكون موجود عندي طيب إحنا كده جيبنا إفراد أو جيبنا محيط الشكل اللي بيكون موجود عندي تعالوا هنا بقى من خلال الشكل اللي بيكون موجود عندي نطلع اسقطات النقط اللي عندي طبعا قبل ما طلع اسقطات النقط فيه هنا خط هنا هيبقى موجود عندي زي ما احنا قلنا قد الخط اللي هو امتداد من بداية الشطف من هنا وفيه خط آخر اللي هو اتنين وخمسة لازم أحدد طوله الأول قبل ما ابتدي أركم المسكة اللي بيكون موجودة عندي حددته هنا اتنين وخمسة طب حددناه على هاني أساس على أساس التركيم بتاعنا اللي هنشوفه حاليا قد رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم ثلاثة أربعة خمسة ستة وابتدي أرجع للنقطة واحد برضو يبقى زي ما ابتدت بواحد ابتدي أرجع بإيه بواحد وهنا الامتداد أو الليفل اللي عندي أو الارتفاع اللي عندي اللي اخدته من خلال النقطة واحد وستة تعالوا بقى نسمي النقط ونعمل اسقطات النقط بالشكل الواضح اللي بيكون موجودة عندي في الرسمة هنا النقطة ايه شباب موجودة عندي رقم تحت اللي هي واحد وكام واحد وستة يبقى أنا جيت هنا عند النقطة هنرجع تاني عند النقطة كام واحد يبقى أنا بامشي بارتفاع الخط ده أو استقامة الخط ده بامتداده النقطة رقم واحد التقطع بتاعها هنا بحددها والنقطة رقم ستة اللي امتداد بتاعها هنا بحددها وأيضا برجع للنقطة واحد مرة أخرى وبالتالي أنا برجع بالشكل اللي بيكون موجودة عندي يبقى دي واحد ودي ستة ودي ايم ودي واحد ننتقل إلى الجزئية اللي أعلى وهي النقطة كم وكم يا شباب اتنين وكم اتنين وخمسة وثلاثة واربعة كلهم على ليفل واحد هذه النقطة اتنين وخمسة زي ما احنا شفنا موجودين كلهم على نفس الامتداد بس طبعا أما أجي أفرد الجزء ده هيطلع عندي ارتفاع من هنا عشرة سنطي بطول الجزء ده اللي هو خمسة وعشرين عشان نركز اللي هي العلبة أو الجزء الشطف اللي هو موجود فوق اللي هو امتداده عشرة لما جرفع دي زي ما يكون برفع غطى أي حاجة كده هيديني ارتفاع من فوق كم عشرة بعد ما انا حدد النقط اللي بيكون موجودة عندي هنا يا شباب بابتدي هنا ايه اظلل او حسن على النقط بحيث انني اعرف الشكل العام بتاعي ماشي ازاي اهو يبقى احنا كده عملنا حددنا على بخطوط اكثر سمكا شوية من المسكة العادي اللي بيكون موجودة عندي على اساس انني اعرف المصحح اللي عندي مكان الافراد ماشي فين ادي مكان الافراد ماشي كده ودي الجزء الشطف اللي احنا قلنا الارتفاع ده او الليفل ده عندي كام عندي عشرة وهنا نزلنا منه تاني وارجعنا بالشكل اللي هو بالخطوط الصمرة اللي بيكون موجودة عندي وبكده يبقى احنا عملنا ايه افراد السطح الجانبي لمجرى هوائي على شكل متوازي مستطيلات هذا المتوازي المستطيلات مشطوف من اسفل بطلع ارتفاع عشرين ومن اعلى بيبقى فيه هنا شطفة او بيبقى فيه مسافة بمشيها اللي هي كام عشرة تعالوا نروح لجزئية اخرى وناخد نوع اخر من الافراد او ناخد مش نوع اخر هو نفس النوع ولكن هنا هتلاقي على طريقة الشطف مختلفة شوية عن المسقط او المثال السابق ذكره طيب نشوف مع بعض كده هنا مثال رقم اتنين بيقول لي ايه افراد مجرى هوائي على شكل مربع مشطوفة بزاوية تلاتين درجة طيب نيجي نشوف الشكل اللي بيكون موجودة عندي ده بيكون هنا ايه اسهل شوية من المسقط اللي فات ولكن هي نفس الطريقة مفيش فيها اي اختلاف مديني هنا طبعا المجرى الهوائي هنا مقطع على شكل مربع ابعاده تلاتين في تلاتين زي ما احنا شايفين والمسقط الرأسي اللي بيكون موجود عندي ارتفاعه خمسين ومشطوف من اسفل بزاوية تلاتين زي ما احنا شايفين اللي بيكون موجود عندي ودي الايزومتريك او المنظور الهندسي للمجرى الهوائي اللي هو موجود عندي بهذا الشكل طيب تعالوا نشوف ازاي نعمل افراد السطح الجانبي للشكل اللي بيكون موجود عندي ده طيب أول أو في بداية شغلي برضو زي ما احنا قلنا المفروض نكون عارفنا إن احنا بنأيه بنيجي نرسم المسقط الأفقي اللي هو أبعاده 30 في 30 زي ما احنا شفنا 30 في 30 ونطلع نرسم المسقط الرأسي أيضا المسقط الرأسي اللي ارتفاعه هنا كام يا شباب ارتفاعه 50 وهنا مشتوف من أسفل بزاوية 30 طب الطول دي كام يا شباب نقدر نقوله كام هنقول يا مصدر الطول ده 30 طب عرفنا منين لإن طول المسقط الأفقي هو نفسه طول المسقط الرأسي وطبعا هنا المجرى مقطعها مربع يبقى إذن ده يبقى كل الأضلاع اللي عندي 30 يبقى إذن الضلع ده كام الضلع ده 30 موجود عندي يبقى إذن الضلع ده هيكون 30 يبقى إذن 50 في 30 ومشتوف من أسفل بزاوية 30 درجة قبل ما أجي أقول ونجي نفرد مباشرة لازم أخلي بالي وأقول هنا هنجيب هنا محيط الشكل اللي بيكون موجود عندي وقبل ما أجيب محيط الشكل لازم أسمي النقط زي ما عملنا في المسكة السابق هنا النقطة رقم 1 هنا 2 كورنرات على طول 3 4 حددت النقطة بتاعي تعالوا نطلع إسقطات النقطة عندي النقطة دي كام يا شباب اللي هي بداية الشاتف هنقول كام 2 و 3 امتداداً لهنا والنقطة دي كام 1 و 4 امتداداً لهنا يبقى هنا 1 و 4 بالشكل اللي بيكون موجود قدامي حددناها والنقطة هنا كام 2 و 3 حددناها بالشكل اللي بيكون موجود قدامي وبكده يبقى احنا حددنا النقط عشان تسهل عملية الافراد وتسهل ازاي انا بجيب عملية الشطف اللي بيكون موجودة عني تعالوا نجيب المحيط المحيط كام المفروض ان احنا ما نيجي نقول المحيط كام يا مستر على طول نبقى احنا عارفين هنقول المحيط 120 ليه لان محيط المربع بيساوي كام طول الضلع في 4 او مجموع اطول اطلاع زي ما احنا شفنا يبقى طول الضلع في 4 اربعة في 30 هيديني كام يا شباب 120 وهو المحيط بتاع الشكل اللي بيكون موجودة عندي بس طبعا هنا كل قسم متأسم متساوي لما نيجي نشوف هنا هنلاقي دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي ايه 30 طيب تعالوا زي ما نكتبتلك فوق كده وحددتلك ان ايه ابعاد المسكة 30 طيب تعالوا بقى هنا نسمي النقط زي ما احنا سمينا بس قبل ما سمي النقط لازم امشي الامتداد اللي بيكون موجودة عندي ده ماشي ادي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 ورجعنا للنقطة رقم 1 ايدي يبقى هنيجي تاني 1 2 3 4 ورجعنا للنقطة رقم 1 وديجي من هنا من نقطة 2 و3 نهاية الشطف لازم حدد الامتداد اللي بيكون موجودة عندي على شين هنعمل اسقطات النقطة من خلاله طيب هنا النقطة كام وكام يا شباب النقطة 2 ونقطة كام 3 ولا تعالوا ناخد النقطة الاولانية اللي هي كام اللي هي موجودة في اسفل خالص اللي هي نهاية الشطف اللي عندي النقطة 1 و4 ادي النقطة 1 ودي النقطة 4 وهنقول النقطة 1 نرجع لها مرة اخرى يبقى احنا حددنا التلات نقاط اللي بيكون موجودين تحت طيب هنبقى موجود فوق بنمشي بنفس الليبل او بنفس المستوى اللي بيكون موجودة عندي عند النقطة 2 و3 ونيجي هنا عند النقطة 2 ونحدد ده اهي ونيجي هنا برضو عند النقطة 3 التقطع بتاعها ونحدد ده وبكده يبقى احنا حددنا الشكل اللي بيكون موجود عندي وابتدي اوصل النقاط ببعضها علشان احدد الشكل اللي بيكون موجود عندي وكده انا حددت الشكل اللي انا اعمله عملية ايه عملية افرادي بإذن الشكل اللي بيكون موجود عندي ده إفراد مجرى هوائي مقطعها مربع مشطوفة بزاوية 30 درجة نيجي نشوف مثال آخر وهو المثال التالت هو إفراد مجرى هوائي مقطعها على شكل مربع مشطوفة شطفا مزدوجا من الداخل بزاوية 45 درجة هنا الموضوع اختلف كان هناك في شطف واحد فقط والشطف الواحد كان بزاوية 30 درجة ولكن هنا في شطفين والشطفين كل واحد فيهم بزاوية 45 درجة وبيقولك شطفا مزدوجا من الداخل لأن في شطف من الخارج فالشطف من الخارج هيجيلي كده إنما الشطف من الداخل هيجيلي كده يعني المسلس هيبقى من الداخل هيجيلي من نهاية المجرى الهوائي وماشي كده عندي زي ما نشوفه إنما الشطف من الخارج بتيجي من نقطة المنتصف ونمشي كده بزاوية 45 درجة طيب تعالوا نشوف كده ازاي بفرض السطح الجانبي للشكل اللي بيكون موجود عندي ده وهو نفسه ما بيختلفش عن المثالين السابقين اللي احنا شرحناهم دلوقتي ما فيش اي اختلاف غير انني بحدد تقاطع النقاط فقط عندي وابتدي امشي عن طريق التقاطعات طيب تعالوا نشوف هنا كده ادي الشكل العام هنا المجرى الهوائي ايضا مقطع على شكل مربع زي المثال السابق ولكن هنا الارتفاع 60 وهده الشطف اللي بيبقى موجود من الداخل شطف مزدوج يبقى هنا باجي من الكورنر هنا زاوية 45 ومن الكورنر هنا زاوية 45 وده المسقط الجانبي العادي اللي مفيش فيه اي افراد ولكن احنا بناخد افراد السطح الجانبي اللي عندي طيب تعالوا نشوف كده بقى ازاي بنفرض السطح الجانبي اللي بيكون موجود عندي ادي الشكل العام اللي بنرسمه الاول اللي هو المربع اللي هو ابعاده 30 في 30 وبرسم هنا المسقط الرأسي التفاعه أو الليفل عندي 60 زي ما احنا قلنا والشطف المزدوج اللي جوه بزاوية 45 درجة طبعا هنا أي تقطعات زي ما احنا قلنا أي امتدادات لأي شطف لازم أنزله كده وامشي منه كده برضو فأي مكان بيكون موجود عندي للشطف عندي لازم أبقى أعمل حسابي للطريقة دي علشان أقدر أجيب إفراد السطح الجانبي بطريقة سهلة وبطريقة سهلة يبقى احنا حددنا هنا الطول اللي بيكون موجود عندي واضي الطول هنا كام 30 في 30 اللي هو ارتفاع المربع اللي بيكون موجود عندي وبابتدي هنا نعمل ايه نسمي النقط بالشكل اللي بيكون موجود عندي طبعا هنا فيه نقطة زادت في المنتصف فما انسهاش يعني فيه بعض الطلاب بيجي يقولك يا مصدر احنا نسمي هنا الكورنرات النقطة واحد والنقطة كام 2 لأ ما جايل شطف من فوق هنا يبقى لازم أعمل إسقطات النقط اللي بيكون موجودة عندي يبقى هنا النقطة كامية شباب النقطة 2 النقطة 3 وايضا النقطة 4 5 6 يبقى انا كده حددت ال 6 نقاط اللي بيكونوا موجودين عندي على فين على السطح السطح الافقي للشكل او للمجرأ الهوائي تعالوا نطلع اسقطات النقطة فوق ايضا النقطة دي كام وكم المفروض احنا من خلال المثالين السابق شرحهم نكون عرفنا على طول ان احنا هنجيب هنا النقطة دي كام وكم مع بعض هنقول دي مصطر 1 و 6 يبقى النقطة دي 1 و النقطة دي كام و 6 عرفتوها منين يا شباب لان امتداد الخط هنا كام و كام واحد و 6 طب النقطة دي كام و كام يا شباب هنقول يا مصطر النقطة دي 2 و 5 عرفناها منين لان هنا امتداد الخط اللي بيكون موجود عندي 2 و امتداد 5 عند الشطف يبقى ايضا هنا النقطة 2 و 5 هنا النقطة 1 و 6 دي هنعرفها كلنا وهنقول كام و كام 3 و 4 يبقى انا حددت ال 6 نقاط زي ما سميت هنا ال 6 نقاط سميت هنا الست نقاط بس هنا كل نقطتين مع بعض أو في مكان واحد فقط طيب تعالوا نجيب المحيط أما نيجي نقول لطلابنا الأهزاء المحيط عندي هنا كم يا شباب هنبقى عارفين هنقول يا مستر على طول 120 طيب عرفتوها من 120 لأن الشكل عبارة عن مربع ومحيط المربع بيساوي 4 في 30 بيساوي 120 طيب افرض أنا ديت الطول عندي هنا 40 هنقول يا مستر يبقى 160 عرفناها منين لأن الاربعة فيه 40 بيساوي 160 يبقى إذن التلاتين دي ليست قاعدة ولكن إذا اختلف طول الضلع بيختلف المحيط أيضا ولكن الارتفاع بيظل سابت بارتفاع المسكة الرأسي اللي بيكون موجودة عندي يبقى إذن إحنا لسه حاسمين المحيط وهنا الارتفاع اللي عندي كام 120 وحددنا هنا 30 30 30 30 بس فيه هنا شطف موجود في النقطة رقم 2 بين 1 و 3 يبقى إهاجي هنا من النقطة هنا طبعا هنا محيط المسكة الجانبية بيساوي طول الضلع في كام ف4 هنا بيساوي 4 في 30 بيساوي كام 120 ممكن لو طول الضلع احنا قلنا 40 يبقى 4 في 40 بيساوي 160 يبقى بتختلف باختلاف طول الضلع اللي بيكون موجودة عندي فيه هنا من النقطة 1 و 3 بينهم اللي هو الشطف اللي بيكون موجود عندي النقطة رقم 2 يبقى إهاجي هنا المفروض بالبديهة دي 1 ودي 3 يبقى هنا باجي بينهم وحط الشطف اللي هو في المنتصف وأيضا جينا هنا شباب النقطة 5 اللي هي بين 4 وبين كام وبين 6 لو جينا نعد هنا هنلاقي هنا النقطة كام أدي دي 4 ودي 5 دي 4 فعلا ودي 6 يبقى هنا النقطة اللي بينهم كام 5 وجبنا الامتداد اللي بيكون موجودة عندي بالشكل اللي عندي ونبتدي نسمي النقطة أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4 5 6 ونرجع للنقطة رقم إيه رقم 1 تاني أهم حاجة أمني أجيب أواني لواني جبت المحيط عندي بطريقة سالسة وبطريقة سهلة وعرفته وجبت الارتفاع عندي وجبت هنا تقطعات النقطة عندي يبقى الموضوع بسيط جدا أقدر من خلال تقطعات النقط دي أجيب هنا إيه الشكل العام اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا نشوف يا مصدر النقطة دي كام وكام موجودة تحت 1 و 6 يبقى هنا هنيجي نشوف النقطة رقم 1 والنقطة رقم 6 نشوف عندي 6 تحت إيه ونبتدي ننتهي بكام بواحد أيضا زي ما إحنا موجودين طيب يا مصدر النقطة التانية كام 3 و 4 أدي 3 موجودة تحت ودي النقطة كام 4 إيه اللي موجود الليفل اللي فوق اللي موجوده النقطة كام وكام 2 و 5 سيبقى أجي عند الاتنين هنا كده وحدد ده هي زي ما شوفنا وأجي عند الخمسة وحدد ده هنا يبقى أنا بطلع تقاطع كده وتقاطع كده لما أتقاطع مع بعضا أنا حددت النقاط السلاس اللي بيكون موجودين عندي النقاط الستة عفوا ببتدي أوصل النقطة زي ما إحنا متعودين بنحسنهم بطريقة نسبية ولكن قد يكون التحسين بسيط يعني مش أوعشين برضو أوضح له بس إن الجزء ده بيبقى الجزء ده هو جزء القطاع أو الجزء اللي بيبقى فيه عملية الإفراد أدي الشكل اللي بيكون موجود عندي وحددنا الشكل بالشكل ده يبقى كده إحنا رسمنا إفراد مجرى هوائي على شكل مربع مشطوف بزاوية 45 شطفا مزدوجا منين؟ من الداخل ننتقل إلى جزئية أخرى مهمة جدا وأيضا هي سؤال مهم جدا وسؤال أساسي بييجي في امتحان الرسم وهو الرسم التبريدي وزي ما احنا قلنا إن الرسم التبريدي عبارة عن مجموعة من الرموز التبريدية بيتم من خلالها رسم دوائر التبريد حقيقية متدرجة في الصعوبة تماما نيجي نقول يا مصطر يعني إيه متدرجة في الصعوبة؟ هنقول يا شباب متدرجة في الصعوبة يعني زيادة الرموز بتؤدي إلى زيادة صعوبة دائرة التبريد يعني يكاد يكون هنبدأ بدائرة التبريد بتحتوي مثلا على سبع رموز ثم عشر رموز ثم تلتاشر رمز إلى أخره من أعداد الرموز بس يهمني في عملية الرسم التبريدي إنني أعرف أحط الرمز في مكانه المناسب عشين اتجاه سريان مركب التبريد لازم يتم بطريقة صحيحة يعني أنت ممكن تكون راسم الرموز كلها بطريقة صحيحة ولكن ممكن تكون مبدل رمز مكان رمز فكده هيعمل لي خلال خالص داخل التبريد يعني حط بعض الضغط إحنا معروف البديهة أو الديفولت اللي عندي إن بعض الضغط بيكون المكسف اللي هو الأجزاء الأساسية ممكن هو يكتب لي مبخر قبل المكسف ما حطيش أنا المبخر قبل المكسف يبقى أنا كده رسمتي خطأ مية في المية ليه؟ لأن المبخر المفروض إنه يكون آخر مكون في الدائرة من الأجزاء الأساسية ومن خلاله بيتم رجوع مركب التبريد مرة أخرى إلى الضغط فيهمني في الرسم التبريدي إنني أعرف الرموز كويس وأعرف مكان كل رمز موجود فين داخل دائرة التبريد يا شباب وهاني هعرف الكلام دي منين من خلال وظيفة كل رمز لو أنا عرفت وظيفة كل رمز بطريقة أساسية وبطريقة سالسة هقدر من خلاله أعرف أو أوظفه وأقول مكانه هنا لأن المكسف بيبقى موجود بيبقى لازم يتخش له غاز ويخرج منه سائل يبقى لازم يكون موجود بعد الضغط إنما المبخر بيخش له سائل ويخرج منه غاز يبقى لازم يكون موجود في النهاية خالص بعد المكسف وبالتالي من خلال تدرج الرموز ومعرفة وظيفة كل رمز هقدر أوظف دائرة التبريد بطريقة سالسة وبطريقة كويسة جدا وأقدر أرسم أي دائرة التبريد طالما أنني حافظ الرمز وعرف وظيفة كل رمز طيب تعالوا نشوف عندنا هنا أول مكون عندي أدي طبعا هنا نشوف المثال أمثلة لرسم دوائر التبريد باستخدام الرموز والمصطلحات التبريدية بيقول لي هنا إيه إرسم دائرة التبريد تتكون من الآتي رقم واحد ضاغط هو قال لي ضاغط بس ما قال ليش نوعه عادي مكسف مبرد بالهواء مزعنف استاتيب إذن دي مبرد بالهواء الطبيعي وعليه مجموعة من الزعانف مبخر ملف لوحي أيضا هنا هنقول أنبوب شعري اللي هي الأنبوبة الشعرية أو اللي احنا بنقول عليها الكابلاري هنا أيضا هنقول مجفف في ترمستات في هنا مبادل حراري يبقى إذن دي دائرة التبريد بتتكون من سبع أجزاء أساسية هنشوف مع بعض إزاي بنبتدي نرسم دائرة التبريد اللي احنا قلنا أجزاء هاين احنا قلنا الأول إيه شباب ضاغط يبقى إذن جينا هنا ضاغط بصفة عامة دي الشكل العام للضاغط ولو طبعا فتحتين أو لو مصورتين مصورة للسحب اللي بيكون موجودة عنده باللون لازرق زي ما هنشوفها ومصورة للطرد اللي بيكون هنا بتطرد منه قلنا بعد الضاغط إيه شباب قال بعد الضاغط المكسف وهو فعلا بعد الضاغط المكسف مكسف مبرد بالهواء مزعنا في استاتي زي ما شفنا بالشكل اللي بيكون موجودة عندي هنا قادي المكسف مبرد بالهواء عن طريق مجموعة من الزعانف أخذ من المكسف قال لي إيه شباب قال لي المكسف وهو تنقية الدائرة من الشوائب وده بيبقى موجود بعد المكسف ممكن يحط لي المكسف ده في آخر مكون ابقى أنا عارف زي ما أنا ذكرت وظيفة كل مكسف محطوط فين هقدر أوظفه بطريقة سالسة وبطريقة سليمة يبقى هنا حطينا المكسف فيه هنا قال لي إيه قال لي مبادل حراري وقلنا المبادل حراري بيبقى عبارة عن أربع أطراف أربع أطراف طرف جاي من المصورة السحب إلى الضاغط والطرف الآخر جاي من خط الطرد أو من خط السائل إلى المبخر أو إلى المصورة الشعرية بعد المبادل الحراري أدي شكل المبادل الحراري اللي بيكون موجود عندي وأدي الأنبوب الشعري أو المصورة الشعرية وننتهي هنا بإيه يا شباب ننتهي بالمبخر قال لي مبخر ملف لوحي أدي شكل المبخر الملف لوحي الرمز اللي بيكون موجود عندي واجي من خلاله أرجع للمبادل الحراري ومن المبادل الحراري أرجع فين يا شباب أرجع للضاغط مرة أخرى يبقى إذن في الرسم التبريدي زي ما ابتديت بالضاغط ببتدي أرجع لفين للضاغط مرة أخرى زي ما إحنا شايفين وآخر مكون ذكرناه هو إيه هو الترمستات اللي بيكون موجود عندي هنا عشان يحسلي بدرجة الحرارة طيب افرض جاء لي في الامتحان سميلي أو كتابة الأجزاء على الرسم عشان يعرف أنه أنت فاهم الرسمة ماشية إزاي فطبعا دي الضاغط اللي بيكون موجود عندي ودي المكسف مزعنة في هواق طبيعي زي ما قولنا وهنا المجفف المبادل الحراري المصورة الشعرية هنا الترمستات وأخيرا مبخر ملف لوحي يبقى دي السبع مكونات اللي هو ذكرهم لي في دائرة التبريد اللي احنا شفناها كده دلوقتي ضاغط مكسف مبارد بالهواء مبخر ملف لوحي أنبوب شعري مجفف ترمستات مبادل حراري ده الشكل العام لدائرة التبريد طيب تعالوا نشوف دائرة أخرى متدرجة في الصعوبة اللي هو مثال اتنين ارسم دائرة التبريد تتكون من الآتي قال لي رقم واحد هنا حدد لنوع الضاغط أو دخلي شوية في أعماق الضاغط وحدد لنوع الضاغط قال لي ضاغط تردودي علبة المرفق مغلقة إدارة مباشرة المكون الثاني وهو مكسف مبارد بالهواء مزعنة في استاتي زي المثال السابق ذكره عدد اتنين مبخر ملف لوحي هنا أنبوب شعري أيضا مجفف ترمستات مبادل حراري طيب إيه أما نيجي نسأل سؤال إيه يا شباب بواجه الاختلاف بين الدائرة ديا والدائرة السابق ذكرها أو في المسارة كم واحدا نقول يا مستر حاكتين صغيرين جدا أول حاجة هنا إن الضاغط هنا بيبقى ضاغط محكم الغلق قال لك إدارة مباشرة أو إدارة مباشرة ثانيا قال لي هنا عدد اتنين مبخر يبقى إذن هو نخوى نفس الدائرة السابق ذكرها بالتمام ولكن إيه الاختلاف إن هنا حدد لي اتنين مبخر بس وممكن نفس الدائرة أيضا في مثال آخر بيكون موجودة وبيكون فيه تلاتة مبخر هي نفس التوصيلة ولكن يهمني أنني أعرف مكان كل جزء ماشي إزاي يبقى إذن إيه الاختلاف نوع الضاغط أولا ثم ثانيا هو إيه عدد اتنين مبخر بيكون موجودين عندي طيب طبعا عدد اتنين مبخر ده هنقوله في مصر ما إحنا قلناها مرارا وتقرارا إن ممكن يكون دي تلاجة مركبة بيكون فيها أكتر من مبخر في مبخر أو واحدة تبريد تجارية بيكون فيها تلات مبخرات يبقى إذن لا يشترط عدد المبخرات أو لا يكتصر على التلاجة العادية فقط طيب تعالوا نشوف كده إزاي بنرسم الرسمة اللي بيكون موجودة عندي نفس المثال حطينا المكونات هنا قدامنا ضاغط تردودي علبة المرفق مغلقة إدارة بمبشرة آدي الضاغط التردودي هنا وطبعا فيه خطين خط السحب وخط اللي إيه الطرد قلنا رقم اتنين زي المثال السابق مكسف طيب هنقول إيه مصطر رقم ثلاثة في الأجزاء اللي بيكون موجودة عندي أنبوبة شعرية خطأ ترمستاد خطأ مال هنقول إيه هنقول مجفف لي لأن المجفف هو اللي بيبقى متواجد باستمرار بعد الفين بعد المكسف لأنه بيعمل على تنقية دائرة التبريد من الشوائب والرطوبة اللي بيكون موجودة عندي آدي المجفف ومن هنا بعد المجفف هيكون فيه هنا إيه المبادل الحراري ومن خلال المبادل الحراري في إيه مصطر في الأنبوبة الشعرية والمكونين اللي هم عدد اتنشوفوا وكتبوا لي هنا رقم ثلاثة بس أنا ما بحطهش أنا بحطه في الآخر زي ما إحنا قلنا ترتيب دائرة التبريد واتجاه سريان مركب التبريد مهم جدا جينا هنا قلنا فين قدل لاتنين المبخر متوصلين مع بعض على التوالي المبخر الأول الطريقة سهلة ما فيش مشكلة وبطلع منها بوصل للمبخر الثاني حتى لو قالك مبخر ثالث بطلع من هنا ووصل للمبخر الثالث واطلع الطرف الأخير من الثالث هيروح لفين يا شباب هيروح للمبادر الحراري ومن المبادر الحراري إلى فين إلى خط السحب مرة أخرى وتبقى دائرة تبريد زي ما إحنا شفنا بتحتوي على مبخرين الدائرة دي دائما بتيجي في امتحانات الدبلوم جات في امتحانات الدبلوم العام الحالي بحول الله اللي هو عشرين واحد وعشرين نفس الدائرة اللي إحنا لسه شرحينا ديا وممكن يجي لي دائرة مثلا أنني أرسم ثلاث مبخرات أو ممكن يجي لي دائرة أخرى زي ما هنشوفها بتكون أشمل وأصعب شوية من الدائرتين السابق ذكرها طيب تعالوا نسمي الأجزاء هنا دي رقم ايه يا شباب واحد دي غطر الضودي زي ما إحنا قلنا دي رقم اتنين اللي هو مكسف مبارد بالهواء استاتي إحنا قلنا دي ايه دي مجفف طيب المكون الرابع هنا مبادل حراري والمكون الخامس الأنبوبة الشعرية أدي المبادل الحراري وأدي الأنبوبة الشعرية طبعا المكون السادس هنا قلنا ايه عدد اتنين مبخر ملف لوحي وأخيرا ايه الترمستات اللي بيكون موجودة عندي إحنا كده رسمنا دائرة التبريد بالأجزاء اللي هو طالبها مني حطينا كل جزء في مكانه الصحيح حددنا اتجاه سريام مركب التبريد زي ما إحنا شفنا وأيضا كتبنا الأجزاء على الرسم لو هو طلب مني كتابة الأجزاء على الرسم بس طبعا ما جا كتب الأجزاء على الرسم يراعي أنني أكتبها في مكان بحيث أن ايه ما تبقاش طغية على المكونات الأساسية للدائرة اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا نشوف دائرة أخرى أشمل اللي هو مثال رقم 3 ارسم دائرة التبريد تتكون من الآتي حدد لي أيضا ضاغط تردودي علبة المرفق محكمة الغلق إدارة مباشرة كنا رقم 2 مكسف مزعنك مبرد بالهواء حمل حر رقم 3 مبخر مبرد بالهواء حمل حر أيضا طبعا حمل حر دي يعني هواء طبيعي رقم 4 صمام تمد الترمستاتي رقم 5 مستقبلة رأسية وده مكون جديد هنقوله ورقم 6 زجاجة بيان ورقم 7 صمام عدم إرجاع بعد المبخر ورقم 8 عدد 2 ترمومتر عند مخرج المبخر والمكسف 9 قاطع وقاية من الضغط العالي والمنخفض 10 عدد 2 صمام محمي في مدخل ومخرج المستقبلة الأفقية الجزء الأخير وهو ترمستات اللي بيكون موجودة عندي طيب من خلال المكونات اللي بيكون موجودة عندي دي دايرة التبريد بيكون أشمل ومختلفة شوية عن الدائرة أو المثالين اللي احنا لسه شرحينهم دي دايرة تبريد أو دائرة تجارية بيكون موجودة عندي لوحدة تجارية من خلالها ببتدي أحط الأجزاء بطريقة سليمة طب تعال نبتدي الأول نحط الأجزاء عشان دي دايرة كبيرة نحط الأجزاء على مرمى بصرنا ونبتدي نعرف أول حاجة يا شباب ضغط تردودي قادة ضغط تردودي وقلنا فيه خط السحب وخط الترد زي ما احنا شايفين أيضا فيه هنا ايه رقم 2 يا مصطر مكسف مزعنة مبرد بالهواء حمل حر الهواء الطبيعي طب بعد المكسف ايه هنقول فيه هنا مجفف فيه مجفف لا ما فيش مجفف بس قال لي ايه بقى هنا لما نيجي نشوف المثال قال لي عدد 2 ترمومتر عند مخرج المبخر والمكسف يبقى أول مكون بعد المكسف لازم يكون الترمومتر طب فايدة الاثنين ترمومتر دول ايه يا مصطر هنقول الفايدة الاثنين ترمومتر دول ان الترمومتر الاولاني بيقسلي درجة حرارة مخرج المكسف والترمومتر الاخر بيقسلي درجة حرارة مخرج المبخر علشان دي بيكون دايرة تبريد كبيرة يهمني من خلالها اعرف درجات الحرارة والضغوط وفروق الضغوط بالنسبة للدائرة فإ Lucaهوا داني هنا اتنين ترمومتر يبقى نجي نقول أول ما يقولي اتنين ترمومتر حتى لو هو زكرلي في المثال مجفف بحطه أيضا قبل المجفف اللي بيكون موجود عندي لأن احنا عارفين ان المعتاد المجفف هو اللي بيبقى موجود فين موجود بعد أو مخرج المكسف لا ده بنحط الترمومتر عشان يقسلي درجة حرارة تكسيف اللي بيكون موجود عندي أو مخرج المكسف يبقى هنا حطينا هنا هنحط الترمومتر اللي بيكون موجود عندي ادي الترمومتر بعد الترمومتر يا شباب هنقول هنا ايه قال لي ايه هنا في المكونين الاساسيين دول ايضا قال لي مستقبلة افقية او مستقبلة رأسية هما الاثنين سيان طبعا دي مستقبلة رأسية المستقبلة الرأسية دي اللي احنا بنقول عليها في تكنولوجيا التبريدة شباب خزان السائل اللي هي بتخزن كمية السائل الزائدة عن حاجة الدائرة وبتضمن ان مركب التبريد يخرج إلى باقي الدائرة في شكل سائل وأيضا في حالة عملية الشحن والتفريغ بيتم تخزين السائل بيكون موجود جواهة لذلك هي مهمة جدا في الوحدات الكبيرة اللي بتحتوي على كميات كبيرة جدا منين يا شباب من السائل طيب أنا حطيت هنا المستقبل قال لي هنا ايه تاني عدد اتنين صمام محمي في مدخل ومخرج ليه الاتنين الصمامين دول هنقول يا مصدر الاتنين صمام اللي بيكون موجودين عندي أثناء عملية الشحن والتفريغ أنا بجمع كل كمية مركب التبريد اللي موجودة من الضغط وبجمعها كلها من الدائرة بجمعها كلها داخل خزان السائل أو المستقبلة الرأسية دول ومن خلال الصمامين اللي هم محميين اللي احنا قلنا عليهم بنقفل على كمية مركب التبريد وبابتدي هنا ايه ازود على كمية مركب التبريد أو عالق العطل اللي بيكون موجودة عندي وبالتالي قدرت أحافظ على كمية مركب التبريد وما اهضرت الشحنة مركب التبريد واضطر هنا ايه اشحن من جديد تاني بتبقى تكلفة على صاحب المنشأة اللي بيكون موجودة عني لذلك هو وجودهم مهم جدا بيعمل على ايه على هنا الحفاظ على كمية مركب التبريد طيب حطينا هنا تنين عدد صمام نبتدي نشوف المجفف فا ايضا يبقى هنا رجعنا لفين للمجفف اللي بيكون موجودة عندي وطبعا احنا قلنا المجفف تنقية دائرة التبريد من الشوائب والرطوبة اللي بيكون موجودة عندي وجوده مهم جدا بالرغم من بساطة تركيبه ولكن وجوده مهم جدا داخل دائرة الايه التبريد ننتقل الى الجزء الاخر وهو زجاجة البيان ادي زجاجة البيان وقلناها ان زجاجة البيان بتعمل على بيان حالة السائل اللي بيكون موجودة عندي وشرحنا الكلام دي بالتفصيل في تكنولوجيا التبريد في الباب الاول للاجزاء المساعدة بحول اللام وقلنا زجاجة البيان لبيان حالة الايه السائل اللي بيكون موجودة عندي عشان اعرف اداء دائرة التبريد جينا من هنا نروح لفين بقى للأجزاء البعد كده اللي هو المبخر قال لي هنا ايه قال لي مبخر مبرد بالهواء حمل حري بأيضا المبخر ده يا شباب مبخر بيستخدم أو مستخدم بدون مروحة الهواء الجبري وأخيرا جينا هنا قلنا الترمستات ودي الصمام المحمي زي ما حطينا هنا عند مخرج المكاسف بنحط الصمام ايضا عند مخرج المبخر عشان يقسلي درجة حرارة التبخير أو درجة حرارة مخرج المبخر طيب وحطينا ايه مصدر المكون اللي هو قال لي عدد صمام عدم ارجاع السائل ده اخر جزء المفروض ان يكون موجود بعد المبخر اللي منه للضغط ليه لعشان ده يضمن رجوع مركب التبريد الى الضغط في صورة غازية فقط اما السائل بيتم منعه او بيتم تجميعه الى ان يتحول الى غاز مرة اخرى ثم يسمح بامراره الى الضغط لان زي ما احنا عارفين ان الضغط لازم يخشله مركب التبريد في صورة غازية وليست في صورة سائلة ليه مصر لان الصورة السائلة بتعمل السائل غير قابل للانضغاط فيعمل على تلف البلوف الداخلية وتكسير البلوف الداخلية للضغط وبالتالي يؤدي الى ايه تلف الضغط فحطينا الصمام ده عشان يضمن ان مركب التبريد يكون غاز ويروح للضغط في صورة هنا ايه غازية واقيرا الجزء الاخر وهو قاطع وقاية من الضغط العالي او المنخفض فحطينا طرف منه على الضغط العالي وطرف منه على الضغط المنخفض لانه من خلاله بيتم ايه شباب بيتم هنا معرفة كل من ضغط المكسف وضغط المبقر لان احنا قلنا دي دائرة تبريد كبيرة ومن خلالها بيتم هنا ايه شباب بيتم حماية الاجزاء المساعدة اللي هي محطوطة دي كلها علشان تحميلي دائرة التبريد من التلف وبتزود من العمر الافتراضي للضغط لان في اجزاء كتير بتحميلي دي بالنسبة للدائرة اللي بيكون موجودة عندي طيب ويبقى احنا بكده خدنا جزئين مهمين جدا وهو الرسم افراد اسطح مجاري الهواء والجزء الاخر وهو الرسم التبريدي ننتقل الى الجزء الاخير في حلقتنا او القسم الاخير في حلقتنا النهاردة ان شاء الله وهو الرسم الكهربي وطبعا الرسم الكهربي احنا قلنا لاغنى عنه وبيجي منه سؤال اساسي في الامتحان ايضا وتكاد تكون دركته مساوية لدرجة السؤال التبريدي لقد تكون درجة بتاعة الرسم الكهربي مساوية لدرجة السؤال التبريد اللي بيكون موجودة عندي على حسب برضو صعوبة السؤال يعني ممكن اجيب لك دائرة كهربية بسيطة ودائرة تبريد مثلا معقدة فبالتالي بيكون ممكن الدرجات بتاعة دائرة التبريد اشمل شوي لذلك احنا هنا في القسم الاخير ده هنبتدي من خلاله ازاي نرسم دائرة تبريد دائرة كهربية لبعض اجهزة التبريد متدرجة في الصعوبة ومن خلالها بنعرف كل مكون موجود ازاي عندي على سطح الدائرة القهربية طيب تعالوا مع بعض كده نشوف اول مكون بيقول لي هنا ايه ارسم او رسم دوائر كهربية باستخدام الرموز المصطلحات الكهربية قال لي ايه ارسم الدائرة الكهربية لسلاجة مركبة يتم ازابة الصقيع بها يدويا وطبعا لما نجي نتكلم ونقول يدويا احنا قلنا في تكنولوجيا الكهرباء او في تكنولوجيا التبريد انه هناك نوعين اساسيين من التلاجات في التلاجات المركبة اللي بيتم ازابة الصقيع بها يدويا والتلاجات المركبة التي يتم ازابة الصقيع بها اوتوماتيكيا شرحنا في تكنولوجيا التبريد دائرة التبريد وشرحنا في تكنولوجيا كهرباء دائرة الكهرباء وعرفنا المكونات الكهربية يعني ما ييجي طالب او طالبة من طلبنا الاعزاء يسأل يا مصطر مش دي نفس الدائرة اللي موجودة في تكنولوجيا الكهرباء ايوة هي دي نفس الدائرة اللي موجودة في كتاب تكنولوجيا الكهرباء في الباب الاول أو الدائرة فبالتالي هنا لو أني عرفت الدائرة اللي موجودة في تكنولوجيا الكهرباء هقدر من خلالها أيضا أعرف أو أحفظ الرسمة اللي بيكون موجودة عندي طيب وإحنا قلنا الفرق بين إذابت الصقيع يدويا اللي هي بتعمل تلج بمعنى صح اللي احنا بنقولك عليها تلجات الدي فروست وإذابت الصقيع أوتوماتيكيا اللي هي بنقولك عليها النو فروست اللي هي بتلج وبتصل لدرجة الحرارة المرغوبة بدون وجود تلج عندي وطبعا بتكون نوع أفضل من النوع اللي هو اليدوي بس عشان نبقى دي فعجالة كده نوضح لأبناءنا الطلاب الفرق بين التلجات اليدوية والتلجات الأوتوماتيكية طيب تعالوا نشوف كده إزاي نرسم الدائرة اللي ارسم الدائرة الكهربية لسلاجة مركبة يتم إذابت الصقيع بها يدويا طيب تعالوا نشوف الرسمة كده يا شباب أدي هنا الضغط اللي بيكون موجود عندي والضغط هنا بيتكون من إيه باش مهندسين هنقول بيتكون من ملفات التشغيل يا مستر وملفات التقويم ادي ملفات التشغيل اللي هي الاس اختصارا لكلمة ستار ودي ملفات التقويم اللي هي اختصارا لكلمة الار اللي هي الرنينج والنقطة المشتركة الكومة اللي بيكون موجودة عندي طيب في هنا أيضا من الضغط أو من ضمن مجموعة الضغط الرلي اللي بيعمل بتأثير الطيار وفايدة الرلي ايه يا شباب الرلي بيعمل على فصل ملفات التقويم عن ملفات التشغيل لما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة الأوفرلود وهو قاطع وقاية من زيادة الحمل وبيبتدي يفصل الدائرة لما ترتفع درجة الحرارة أو يصل الأمبير إلى حد معين خالص أو الحمل بيزيد عندي بيبتدي يفصل محرك الضغط عندي عن طريق الطرف دي زي ما شرحناه بقى يبتدي هيفصل لي هنا الطيار عن ملفات الايه التقويم والتشغيل أو المحرك بصفة عامة فيه هنا طبعا الترمستات وقلنا هنا الترمستات اللي هو بينظم درجة حرارة ومفتاح بتتغير حالته من التوصيل إلى الفصل على حسب درجة الحرارة غير المؤقتة زي ما نشو سخان المراية وقلنا المراية دي اللي هي يا شباب برضو بنراجع عليها تاني المراية هي امتداد لمواسير المبخر الباردة بيتم وقضعها داخل الكابينة اللي عندي ليه علشان تعمل على تبريد الكابينة ليه لذا ان ما احنا تعارفين ان هنا في التلاجات المركبة بيتم عزل حيز التبريد عن حيز التجميد فإيه اللي هيبرد حيز التجميد اللي هو حيز التبريد اللي هو الكابينة غير ان انا بجيب امتداد للمبخر وبيكون موجود عندي وبالتالي انا بحط له سخان ليه لان دي يدوي فدي يدوي هتعمل تلج وعلشان تعمل تلج لازم او لابد من وجود سخان بيكون موجود عندي هيعمل على ازابة التلج اللي بيكون موجود على سطح المرايم وطبعا هنا فيه اللمبة ودي فيه هنا يا شباب مفتاح اللمبة ودي سخان الجدار الفصل اللي هو من خلاله بيتم فصل حيز التبريد عن حيز التجميد عزلا حراريا من خلال السخان ده لان لو عدم وجود السخان ده داخل الدائرة بيؤدي يا شباب الى تراقم السلج فيه هتلاقي التلج بييجي من الكابينة بييجي من حيز التجميد الى حيز التبريد وبالتالي هنا بيأثر على الدائرة خالص فممكن نلاقي حيز الكابينة في ريزر ايضا ودي الشكل العام للدائرة ودي الضغط ودي الرلي ودي الأوفرلود ودي الترمستات ودي سخان المراية واللمبة ومفتاح اللمبة وسخان الجدار الفصل اللي بيكون موجودة عنها طيب تعالوا نشوف برضو ايضا الدائرة الكهربية لسلاجة مركبة يتم ازابة السقيع بها اوتوماتيكيا نفس الدائرة السابق ذكرها هي هنا الضغط وهنا المكسف وايضا الأوفرلود ايضا الأوفرلود وايضا هنا محرك مروحة المكسف اللي بيكون موجود عندي هنا وايضا يبقى فيه هنا طايمر او المؤقت الزمن والمؤقت الزمن دي هو ايه مفتاح تتغير حالته من التوصيل او الفصل على حسب الزمن وفيه هنا طبعا دي دائرة بتبقى اوتوماتيكية وبالتالي لازم يكون فيه وجود مروحة عشان تعمل على النفرست داخل حيز التجميد وهنا فيه ترمستات السخان زي ما قلنا والسخان ازابة السقيع ودي الترمستات ودي مفتاح الباب ودي اللمبة ودي اللمبة ودي سخان الجدار الفصل ويبقى احنا بكده بالنسبة لحلقتنا شرحنا فيها افراد اسطح مجاري الهواء ايضا شرحنا فيها الرسم التبريدي وعرفنا ازاي بنكون دائرة التبريد ايضا شرحنا الرسم الكهربي وعرفنا ازاي بكون دائرة كهربية لبعض اجازة التبريد اتمنى من طلابنا الاعزاء انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة بحول الله على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة